السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النهاردة جمعا شو الله هنجاوب على سؤال بيجيلي كتير جدا وبشوفه قدامي في كل مكان وهو خاص بالسن هل السن عائق في تعلم البرمجة ولا لا؟ خلينا نفلتر بعض الناس اللي بتسأل السؤال ده عشان مفروض هم ما يسألوش السؤال ده ونشوف مين اللي مفروض يسأله ونجاوب على السؤال لو حضرتك عندك 18 سنة أو 20 سنة أو 25 سنة ما ينفعش تسأل السؤال ده لأنك كده بتهزر انت لسه مقبل على الحياة وسنك لسه صغير ولسه بدري جدا عشان تفكر حضرتك في السؤال ده مين اللي المفروض يسأل السؤال ده؟ واحد عنده 35 سنة 40 سنة 45 سنة هو ده اللي يسأل وهو ده اللي هنتناقش معاه ونجاوبه دلوقتي قبل ما ندخل في الدردشة والحكاية واللي نحكيها في ناس ما بتحبش الرغي كتير وعايز الإجابة المباشرة هزبتلك ان انا مش عايز مشاهدات وهتديك الإجابة السريعة قبل ما تدخل في النقاش النظر عن سنك اتعلم وربنا هيكرمك تمام كده؟ ادخل بقى النقاش عشان تشوف المميزات والعيوب وتاخد القرار السليم بعض الشركات يا صديقي اللي هتقابلها في سوق العمل عنده مشكلة مع السن ده 35 سنة وانت طالع والكلام ده مش في مجال البرمجة بس اخويا واحد من الناس اللي انا شفت بعيني شغال في مجال ادارة المخازن وخبرة 17 سنة ومع ذلك راح لكذا شركة وكانوا محتاجينه ورفضوا يعينوا بسبب السن وفيه كم شركة قالوله كده 35 سنة فيه ما فوق مش هينفع معانه رغم الخبرة بتاعته بس احنا حطين العائق او الرول بتاع السن ده ايام ما كنت في الخليج كنت اعرف مديرين شركات كتير سواء اصدقاء او ناس معارف اتعاملت معاهم في بيزنس كان فيه بعضهم مؤمن بمبدأ الخبرة بغض النظر عن السن يعني اي حد هيعمل المطلوب على اكمل وجه مش هيفرق معاه سنه عنده 20 سنة عنده 70 سنة تمام وما عندناش اي مشكلة معاه الناس بقى اللي عندهم مشكلة مع موضوع السن خليني اقولك ان انا كان عندي فضول رهيب جدا ان انا اعرف الاسباب وايه اللي في بالهم من ناحية السن دي كل واحد فيهم قال لي سبب كان فيه اسباب متكررة وكان فيه اسباب ملاش علاقة بالتانية خليني قبل ما اقولك الاسباب اتفق معاك ان انا مش عاجبني الكلام ده وقلت له ان ده كلام غلط بس انا احكيه لك من باب ان احنا ندردش مع بعض السبب الاول موضوع المشاكل حضرتك عندك 35 سنة فاكيد يعني متجوز عندك بيت اسرة عندك اطفال ومشاكلهم عندك التزامات فانت بتجيب كل الحاجات دي معاك الشغل فالفوكس اللي هو المية في المية اللي مفهود تركزه في الشغل بيتشال منه خمسين او اربعين في المية فدي مشكلة بالنسبالي انا عايز الفوكس مية في المية ويا ريت لو تزود عن مية في المية ازاي الكلام ده بان انا اجيب واحد متخرج فريش لسه مقبل على الحياة عايش حياة الاطفال يعني ايه حياة الاطفال زي الطفلة ما بيسحى من هم الطفلة ما عندوش التزامات ولا مشاكل يفكر فيها بتديره حاجة يعملها بيعملها خلاص فهو عايز الشخص الفريش ده اللي بيدخل على الشغل يركز متين في المية ويعمله طب ما دي مشكلة ليه مشكلة عشان انت عممت يعني ايه عممت هل في ناس فعلا عندها مشاكل في البيت والتزامات وبلاء وبيجيبها معا شغلو اه فيه كتير الحقيقة ما فيش مشكلة بس انت عممت خليت ده قانون ان اي حد عنده السن ده يبقى لازم يعمل كده وده اكبر غلط التعميم جهل ما ينفعش ان انت تحط قانون الناس كلها في السن ده بتعمل كده في ناس عندها مهارات جبارة في ناس عنده مشاكل الدنيا والاخرة في بيته وبييجي الشغل يفصل تماما عن الكلام ده واحد جديد بيفتح باب الشركة يدخل واحد جديد ما يعرفش حاجة عن ماضي خلص ما يعرفش حاجة عن المشاكل يعني اللي في الماضي وبيديك احسن شغل في الدنيا وفي واحد متخرج من اللي انت بتقول عليهم فريش ولسه مقبل على الحياة ومعندوش مشاكل ولا التزامات وبيعمل الشغل غلط ومش مركز لانه مش مقياس في الحالتين الحالة بتاعت الفريش والحالة التانية فيه اخطاء هنا وفيه اخطاء هنا ما تسبتش قانون تمشي عليه في الحالة دي لانك هتزلم ناس كتير السبب التاني هو سنين الخبرة والمرتب الكبير هو شايف ان الشخص سنه 35-40 فراجل بقى له سنين في المجال فجاي يطلب مرتب عالي القانون اللي هو حطه بتاع السن ده فيه ظلم زي ما اتفقنا وفيه تعميم غلط والتعميم جهل الشخص ده اللي طالب مرتب كبير بناء على خبرته ممكن ينقلك شركتك في حتة تانية خالص ممكن يخليها شركة كبيرة ومحترمة وبرضه ممكن ما يكونش يستهل مرتب ده كل ده بيتحدد ازاي بالاختبار بانه هو يدخل الشركة وتختبره لكن القانون اللي بيمنع دخوله من البداية بسبب السن ده قانون ظالم فيه تعميم والتعميم غلط وجهل زي ما اتفقنا ممكن انت تقولي ده انا ممكن اجيب اربعة فرش بالمرتب بتاعه كل واحد ياخد ربع المرتب بتاع الشخص الخبرة ده ممكن تجيب الشخص الفرش وانت دامن انه خلاص هياخد ربع المرتب وسنه صغير فما فيش حاجة هتمنعه يدخل الشركة ويخرب لك الدنيا يعني هنا الفكرة انه انت برضو عممت حطيت قانون ثابت مبني على السن ومعه العلم عشان اثبت لك ان انا محايد ممكن تلاقي شخص فرش بياخد ربع مرتب الشخص الخبير وتلاقيه افضل منه ويستاهل ياخد مرتبه اكتر كل ده مين يحدده يا ترى انت انت بتختبر الناس دي وتحدد مين اللي يستاهل المرتب المناسب لكن القانون اللي بيمنع حد انه يدخل الاختبار ده كده قانون فاشل ما تعممش ودي لكل واحد فرصته وشوفه يستاهل ولا ما يستاهلش السبب التالت بقى بصراحة كان ادفع سبب فيهم يعني بجد بجد من كتر التفاهة انا ما كنتش عايز يعني اتناقش معاه فيه اللي هو الشخص الخبرة اللي بقاله سنين في المجال انت ما بتعرفش تتنطط عليه لانه راجل قيادي وعنده معلومات رهيبة وهيطلعك اصلا ما بتفهمش مع ان انا حاولت افهم انت ليه عايز تكون بتفهم قدامه ليه انت كمدير شركة عايز تناقش واحد في مجاله ليه انت بتعمل كده على فكرة انا حصل معايا المواقف دي والله وكان مدير اللي هو مفروض مالوش في المجال مش قصته ان يكون فاهم المجال كان بيحاول يناقشني في حاجة وانا كنت عايز اقول له انا مش فاهم الحكمة انت هتستفيد ده اصلا مش مجالك فهو شايف انه الشخص هو ممكن يجريه في المعلومات ممكن يبقى افضل منه ممكن يتنطط عليه بس الراجل ده لو كان درس بشيلن بزنس هيعرف ان دي مش قصتك انت راجل اداري مش قصتك حتى تشوف المبرمج بيكتب ايه في الكود مش بتاعتك انت في واحد تاني اللي يتابعه فيه فيه تيم ليدر وفيه تيك لي ده هو اللي يتكلم معاه مش مدير الشركة مش انت اللي تقعد معاه في اجتماعه وتناقشه وتقول له ايه الفريمورك اللي انت هتشتغل به الكود ده مكتوب ليه دي مش بتاعتك فانا شايف ان السبب ده تافي وفاشل جدا يعني كل ما تديك خبر وحش هتديلك قدامه بازن الله خبر حلو الخبر الوحش ان احنا اتفقنا ان في بعض الشركات بتفكر كده في موضوع السن وان احنا اتفقنا ده تفكير غلط وفاشل ما يهمناش ده كله المهم ان فيه شركات بتفكر كده الخبر الحلو ان مجال البرمجة واحد من المجالات اللي ممكن تشتغلها كفريلانسر مين بيتك في مجالات كتير جدا للأسف ما يفعش تشتغلها من البيت ولازم تروح المكان حلو قوي يبقى انا لو ما عنديش فرصة في الشركة يبقى ان شاء الله ممكن الاقي فرصة من البيت طيب انا لحد دلوقتي الحمد لله فهمت كل حاجة وعايز بقى ابدأ ااخد قرار انا عندي تلاتين سنة خمسة وتلاتين اربعين عايز بقى ابدأ ااخد القرار اتعلم برمجة ولا لأ في السن ده اول حاجة انا ممكن اجاملك وخلي لك الحياة وردية وزي الفل وقول لك يلا بينا وامشي وما تخافش وانا في ظهرك والكلام ده كله بس اول مشكلة هتقابلك واول غلطة هتوع فيه هتدي علي انا مش عايز كده انا عايز اديك كل المعلومات احط لك الورق كله على الترابيزة اراعي ربنا في اجابتي عشان اسيبك انت اللي تكرر لما تكرر وانت عارف المميزات والعيوب هتكرر افضل من الناس اللي بتخلي لك الحياة وردية وتتصدم وما بتشوفهمش بعدك عشان تتعلم مجال البرمجة وتحترف وربنا يكريمك بوظيفة محترمة انت محتاج تتأسس برمجيا والموضوع ده بياخد من سنتين لتلاتة وممكن اكتر على حسب قدرة استيعابك بعض الناس هتقابلهم في حياتك هيقول لك انا هتديك دبلوما رهيبة مفيش منها فيها معلومات محدش في الكون يعرفها وبعدها ان شاء الله هتشتغل على طول طبعا اللي بيقول لك كده في الغالب هو نفسه ما اشتغلش في حياته وبدون ما ندخل معاه في نقاش ونثبت له ان هو غرض حضرتك اسأله على طلبة حاسبات طلبة متفوقة وعندهم قدرة استيعابية عالية بدليل ان هم ما وصلوا لكلية من كليات القمة مع تحفظي على المصطلح ده ومع ذلك بيعودوا اربع سنين في الكلية يدريسوا كمبيوتر ساينز وبعدها لسه بيكون فضلهم معلومات بيكملوا معلوماتهم وبعدها بيدوروا على وظيفة فما ينفعش حضرتك انك بعد ثلاث شهور تشتغل وتبقى افضل منهم مع كامل احترامي ليك البرمجة من المجالات اللي مليانة تحديات هتقابل ناس تقيلة جدا في المجال وبقالهم سنين طويلة والموضوع ده مش المفروض يحبطك خالص لو اعتبرت ان الموضوع ده محبط وان ده الخبر الوحش الخبر الحلو اللي قدامه ان انت لو بقيت جامد ومحترف في المجال المردود المادي هيبقى عالي جدا اعلى من وظيف كتير الناس بتحلم تشتغله على قد التعب والتحدي اللي انت هتتعبه وتتحداه هيجيلك مردود محترم قدامه ربنا سبحانه وتعالى صديقي هو اللي بيرزق مش الناس لو حسيت ان انت مميز في اي مجال في الدنيا جرب تتعلمه مش شرط ابدا البرمجة ناس كتير راح تتعلم برمجة ومحبتهاش ولقوا ان ربنا ميزهم في حتة تانية البرمجة مش فرض عليهم خالص لو ما عندكش بديل وناوي باذن الله على البرمجة توكل على الله وانت متطمن واستعن بالله وباذن الله توصل للي انت عايزه حاجة اخيرة حابب اقولها لك عشان اسبتلك ان انا محيد وعايز اديلك المعلومات اللي توصلك للقرار المناسب من سنين طويلة كنت شغال في موقع اسمه وكان معانا مبرمج سنه فوق الخمسين وكان شغال في بيته ماينفعش يروح شركة الراجل كان ظروفه الصحية صعبة وكان شغال في بيته اكتر من خمسين سنة وكان بيبيع لاجنز وبرمجيات كتير جدا وكان بيدخله داخله محترم جدا وكان بيتبرع ساعتها لناس اللي كانت بتعمل البرمجيات المجانية يعني الراجل هنا ما فارغش معاه سنه كان واخدها هواية وبيتعلم وبيشتغل من بيته بديك الكصة دي ليه عشان اقولك ان انا مش عايز اوجهك ولا نحية اليمين ولا نحية الشمال انت اللي تكرر عايز تعمل ايه ما تخليش حد يوجهك لحاجة اديت لك المميزات وديت لك العيوب يا صديقي وانت اللي تكرر في النهاية يا رب يا جماعة الفيديو يكون عجبكم ويكون جاوب على السؤال نشوفكم ان شاء الله مع فيديوهات جديدة والسلام عليكم